موسيقى الأخبار من الميادين حياكم الله وإلى العنوين موسيقى بوتين يبحث ملف أوكرانيا وصفقة الحبوب اليوم مع وفد الدول الأفريقية ويحذر من أن مقاتلات إبستة عشر ستلقى مصير دبابات ليوبارد ويكشف عن نقل النووي التكتيكي إلى مينسك موسيقى وزير الخارجية الأمريكية توجه إلى الصين في زيارة تهدف إلى تجنب تحول المنافسة إلى صراع موسيقى وزير الخارجية السعودي في إيران اليوم في زيارة رسمية يعقد خلالها اجتماعات ويلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين موسيقى كان يخطط إلى فرض أمر واقع من خلال إعلان يفتح البلد على مجهول يمكن أن يتدحرج إلى أزمة كبرى بالبلد النائب اللبناني علي حسن خليل للميادين سيناريو خطر كان يخطط له داعم والمرشح أزعور وماكرون وابن سلمان يدعوان إلى وضع حد سريع للفراغ السياسي في لبنان موسيقى برلمانيون من 64 دولة يوقعون في تشير اتفاقية عالمية لمكافحة الجوع الذي يؤثر في قرابة 830 مليون شخص في العالم اهلا بكم يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سام بوتروسبورغ اليوم زعماء عدد من الدول الافريقية لمناقشة مبادرتهم بشأن اوكرانيا اضافة إلى مستقبل صفقة الحبوب مصدر دبلوماسي مقرب إلى الوفد الافريقي كان قد اعلن لوكالة سبوتنيك ان القادة الافارقة قدموا عرضا لكييف لتسوية النزاع في اوكرانيا لن يفصحوا عنه الا بعد لقائهم الرئيس الروسي ومن كييف دعا رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا اوكرانيا وروسيا الى وقف التصعيد وذلك بعد لقاء جمعه وقادة افارقة بالرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي يجب انهاء هذه الحرب ويجب ان يحل السلام عبر المفاوضات والديبلوماسية الذي جاء بنا الى هنا هو التأثيرات السلبية لهذه الحرب على افريقيا حيث ارتفعت اسعار الحبوب التي تشهد تناقصا في الوقت نفسه وحتى لو كنا نبعد الاف الكيلومترات الا اننا نتأثر بهذه الحرب وعندما يتعلق الامر بالحبوب والسماد فيجب ان يكون هناك خطة لوجستية بحيث تصل هذه الحبوب والسماد الى الاسواق الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي رفض مجددا اي تفاوض مع روسيا مضيفا ان روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم على حد قوله قلت مرات عديدة واوضحت ان اي مفاوضات مع روسيا فيما تواصل احتلال ارضنا هي تجميد للحرب والالم والمعاناة ولكن نحن بحاجة الى سلام حقيقي ومن ثم الى انسحاب حقيقي للقوات الروسية لقد اثبتت اوكرانيا قوتها في المسائل الامنية ولسيما الامن الغذائي الذي يعتمد على قدرتنا على انتاج وتصدير المواد الغذائية لقد سعدنا عددا من الدول في افريقيا واسيا واوروبا في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاسعار وفي كلمة له في منتدى اقتصادي في سان بوترسبورغ قال بوتن ان الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الاوكرانية لا يملك اي فرصة للنجاح ورأى بوتن ان القوات الاوكرانية لن تتمكن من القتال طويلا بسبب استنفاذ معداتها العسكرية واضف ان مقاتلات اف ستة عشر التي ستتسلمها كييف من حلفائها ستحرق في الميدان الرئيس الروسي اكد انه جرى نقل اسلحة نووية تكتيكية الى بيلاروسيا لكنه شدد على ان بلاده لن تستخدم السلاح النووي الا في حال وجود تهديد وجوديا للدولة الروسية الرؤوس النووية الاولى نقلت الى اراضي بيلاروسيا وسينجز هذا العمل على نحو كامل بحلول نهاية الصيف الحالي وفي منتدى سان بوترسبورغ حذر من ان استمرار الناتو في امداد اوكرانيا بالدبابات والطائرات يعد تصعيدا خطيرا بالصراع المسلح الدبابات تحترق وقد دمر عدد منها بما فيها دبابات اليوبارد كما حصل في اليومين الماضيين وطائرات اف ستة عشر ستلقى المصير نفسه من دون شك واذا تمركزت هذه الطائرات في قواعد خارج اوكرانيا فسنفكر في كيف واين سنضربها هذا خطر حقيقي ناتج عن تدخل الناتو الزائد في هذا الصراع المسلح وشد دابوتين على ان النظام الدولي الاستعماري الجديد قد ولى وحل مكانه عالم متعدد الاختاب يزداد قوة واكد دابوتين نجاح الاستراتيجي التي اختارتها روسيا النظام الدولي الاستعماري البشع لم يعد موجودا فيما يتعزز عالم متعدد الاختاب هذا امر لا مفر منه في مواجهة التحديات غير المسبوقة لم تتراجع روسيا عن مبادئ التنمية الاقتصادية لقد حافظنا على استقرار اقتصادنا نتيجة للعمل المشترك للحكومة ورجال الاعمال والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وهو ما اعددناه ونفذناه على ارض الواقع واتى بثماره الان ينضم الينا من موسكو المحلل السياسي ناصر ابو نصار سيد ناصر بعد التحية يعني الان ما قيمت هذه الجهود الافريقية للوسطة بين روسيا واوكرانيا خاصة في ضوء التصريحات تصريحات فلدومير زينيسكي بعد لقاء القادة الافارقة هو اكد وقال انه نحن نرفض التفاوض مع موسكو وكانت هناك تصريحات لا دعا عمليا نهارك سعيد مروان البداية ما قاله بلدومير زينيسكي هو ترديد للموقف الاوروبي القربي بيترستانو المتحدث باسم الدبلوماتية الاوروبية اشار بنفس الكلمات بانه لا يوجد اتفاق سلام مع روسيا ينطلق من تجميد وقف اطلاق النار بشكل مباشر ما يريده الغرب وما تريده اوكرانيا هو بالطبع الحفاظ على الاعلان الاساسي الذي بدأ منذ بدء الحرب وهو الحاق حزينة استراتيجية بروسيا وبالتالي هذا المعسكر ابعد ما يكون عن اتفاقات السلام على الرغم من ان هذه المبادرة ومنذ ان انطلقت كانت قد وضعت اساسين اثنين الاساس الاول هو الوقف المباشر لاطلاق النار والاساس الثاني بدء التفاوض دون شروط مسبقة من الجانب الاوكراني او من الجانب الاريوبي هذه هي النقطتين الاساسيتين التي انطلقت منهم المبادرة كما افاد راما فوزا لن يكون هناك اعلان البنود البينية في داخل هذه الاتفاقية قبل لقاء الرئيس بلاديمير بوتين هل من دلالة ان القادة الافارقة راما فوزا قال انهم لم يفصحوا عن بنود هذا العرض الذي قدم لكييف الا بعد لقاء الرئيس بوتين هل من دلالة حول ذلك سيد ناصر طبعا هناك تشاور وتفاوض وتبادل اصحاب مضى وربما تعديل في بعض البنود في ظل المواقف المتباينة في عمل القادة الافارقة على ايجاب صيغة قد نتمنى او يتمنون ان تكون عنوانا لحل تفاوض ما بين الطرفين ولكن ما يهم ايضا القادة الافارقة هو ملف الحبوب وملف الغذاء ولذلك صبقت نائبة رئيس الاسكومة الروسية فيكتوريا براماتشينكو ان على الرغم من ان اتفاق الحبوب لا يعود بأي طوائد لروسيا بالاضافة الى تصريح الامين العام للامم المتحدة الصادق الذي افاد بان الجانب الوحيد الذي لم تلبى سروطه في ظل صبقة الحبوب هو الجانب الروسي افادت فيكتوريا براماتشينكو بان روسيا ستستمر بجهدها الانساني في توريد الحبوب على الرغم من عدم موجود اي فائدة لها في اتفاق الحبوب وتحديدا الى الدول الافريقية هذا جانب من التزامنا الاخلاقي حسب تصريحها الالتزام باستمرار توريد المواد الغذائية وتحديدا لأفريقيا هذه الخطوة الافتباقية ايضا من شأنها ان تطمن القادة الافارقة في ظل زيارتهم في سنت بيتربورغ اليوم ولقائهم مع الرئيس داديمير بوتين بان روسيا ستقف الى جانب افريقيا مهما كانت نتيجة هذه المفاوضات كل الشكر لكم من موسكو المحلل السياسي ناصر بونصار يشكل منتدى سان بوترسبورغ رسالة اقتصادية وسياسية ليست بعيدة من الصراع الدولية منتدى شاركت فيه عشرات الدول بصفقاتها ومشاريعها واتفاقياتها التي تعكسوا واقعا ايجابيا لمصطحة موسكو تقرير حبيب عز الدين من هنا من مدينة بوترسبورغ ثاني كبريات المدن الروسية توجه روسيا رسائل سياسية واقتصادية قوية روسيا فتحت ابوابها امام ممثل اقتصادات عشرات الدول التي تمثلت في المنتدى الاقتصادي السنوي اكثر من اربعة عشر الف رجل اعمال من مائة وثلاثين دولة حضروا اكثر المنصات الاقتصادية شهرة في العالم مقدمين مشروعات وصفقات كبيرة ومهمة حدث اقتصادي من خلاله تؤكد روسيا مجددا مركزها الاقتصادية والتجارية في العالم على رغم العقوبات الغربية عليها وهو ما اشار اليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته بصرف النظر عن العقابات في العام الماضي فاننا لم نسر على درب العزلة بل تعاملنا مع شركاء الذين يؤدون دور القاترة في تطوير اقتصادنا الدول الرائدة التي لا تخضع للضغوط الغربية زاد حجم التعاملات معها النظام الاستعماري القديم بدأ يزول لمصلحة عالم متعدد القطب روسيا ستساعد في البرامج الغذائية للدول الافريقية التي تعاني الفقر روسيا كانت وستبقى لعبا على الساحة الدولية الى جانب العامل الاقتصادي ثم تدلائل سياسية حضرت في المنتدى الذي شاركت فيه دول تبحث عن الاستقلال والسيادة في ظل صراع دولي يقسم العالم نصفين وعلى رأس هذه الدول الجزائر التي رأى رئيسها عبد المجيد تبون ان هناك اليوم حربا اقتصادية غير معلنة حدثا اقتصاديا متمزيزا عالميا مستقطبا الاهتمام في عالم متعدد الازمات تزداد فيه تحديات اظهرت بوضوح درجة ارتباط مصائر الشعوب وتشابقها يساهم منتدى بوترسبورغ في رسم معالم مرحلة التعددية القطبية وزاد من تقارب دول عديدة حضرت هذا المنتدى كفنزولا ونيكاراغوا وقطر والامارات وكوبا وايران والصين والهند ودول كثيرة غيرها كشف موقع بليتوكول الامريكي عن توترات بين الولايات المتحدة واوروبا بشأن سعي الاخيرة لاستقلالها دفاعيا عن واشنطن وخفض انفاقها العسكري على الدفاعات الامريكية لدعم الدفاعات الاوروبية تقرير فرح عمر لطالما تقاطعت المصالح الاوروبية مع المصالح الامريكية خصوصا في الملفات الكبيرة مثل حرب اوكرانيا التي شكلت مناسبة لتعزيز دور الناتو وواشنطن في المنطقة لكن ماذا لو اختلفت هذه المصالح يوما ما واشنطن تضغط على اوروبا لشراء اسلحة امريكية هذا ما اورده تقرير صحيفة بوليتيكو الامريكية الذي اشار الى ان واشنطن تريد من القطاع الدفاعي الاوروبي الاستثمار في الشركات الامريكية بينما يأمل قادة الاتحاد الاوروبي في تعزيز صناعاتهم الخاصة التقرير يشير الى رسائل بعثت بها واشنطن للاوروبيين مرات ومرات تطلب فيها زيادة الانفاق الدفاعي الاوروبي على الاسلحة الامريكية وهو ما يعارضه رؤساء دول اوروبية عديدة كالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي صرح الشهر الماضي بانه يجب تطوير قواعد تكنولوجية وصناعية دفاعية اوروبية حقيقية ونشر معدات ذات سيادة كاملة على المستوى الاوروبي ويصلت التقرير الضوء على ارتفاع انفاق الدول الاوروبية على الانظمة الدفاعية الامريكية بنسبة 13% في عام 2022 في سبيل دعم اوكرانيا في مقاومة العملية العسكرية الروسية وهو ما تسعى واشنطن الى الحفاظ عليه والتأكد من ان لا يتم تحويل هذا الانفاق على الدفاع الاوروبي التباينات في المصالح الدفاعية بين اوروبا والولايات المتحدة تطرح اسئلة اساسية حول قدرة الاوروبيين في الاستقلال دفاعيا عن الولايات المتحدة ومستقبل الناتو اثر سياسة الصناعة الاوروبية وتأثيرها في المصالح الدفاعية الامريكية اسئلة تثير التوترات في بروكسل بحسب التقرير لكن لا تلغي حقيقة انه عندما يتعلق الامر بالسلاح لا تزال اوروبا تعتمد على الولايات المتحدة توجه وزير الخارجية الامريكية انطوني بلينكين الى الصين في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين ورأى الوزير الامريكي ان تنافسا شديدا يتطلب دبلوماسية مكثفة بهدف ضمان عدم تحوله الى مواجهة او نزاع مؤكدا ان العالم ينتظر تعاونا بين الولايات المتحدة والصين بلينكين كان قد اعلن ان احد اهداف زيارته بكين هو تجنب الحسابات الخطأ في موازات السعي لفتح خطوط اتصال مباشرة بحيث يتمكن البلدان من ادارة العلاقات بمسؤولية الرحلة الى الصين لها اهداف عديدة بينها اقامة اتصالات مفتوحة وممكنة اذ ان بلدين يديران العلاقة بمسؤولية وذلك من خلال مناقشة التحديات وتجنب الحسابات المغلوطة يتوجه وزير الخارجيات السعودي فيسا بن فرحان اليوم الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية ومن المقرر ان يلتقي ابن فرحان عددا من المسؤولين الايرانيين واشارت وسائل اعلام ايرانية الانه قد يجري اعادة افتتاح السفارة السعودية خلال الزيارة اعلن الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي تشكيل مجموعات عمل بين ايران وكل من كوبا ونيكاراجوا وفنزويلا وفي مؤتمر صحفي له في طهران بعد وصوله من رحلة استمرت خمسة ايام الى ثلاث دول في امريكا اللاتينية اعلن رئيس توقيع خمس وثلاثين وثيقة تعاون مع هذه الدول في مجالات متعددة وقعنا خمس وثلاثين وثيقة تعاون مع الدول الثلاث في امريكا اللاتينية في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة والصناعة والتعدين وانشاء المحطات نرى ان امريكا اللاتينية منطقة استراتيجية في العالم تتمتع باحتياطات ضخمة من الطاقة والموارد البشرية وقد صمدت هذه المنطقة طيلة السنوات والعقود الماضية امام نظام الهيمنة الغربي نشترك مع دول امريكا اللاتينية في التوجهات السياسية الثورية والاهتمام بمطالب الشعب امام الضغوط والتدخلات الاجنبية عندما اصطبق الرئيس الايراني براهيم رئيس جولته في ذنزولا وكوبا ونيكا راجوا بتحديد جوهرها وهو الوقوف بوجه نظام الهيمنة عبر علاقة استراتيجية بالدول المستقلة في امريكا اللاتينية كان يرسم مسارا تاريخيا جمع ايران والدول المعنية على بناء شركات وطموحات تعزز انتقال شعوب هذه الدول من الجمود الى الحركة ومن الماضي الى المستقبل النتائج المباشرة للقمم التي جمعت الرئيس الايراني بقادة الدول اللاتينية تتلخص في انها كرست دورا وحضورا وفعلا في صناعة التاريخ بل في الجانب الصحيح من التاريخ بحسب الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو جانب يتحدى الهيمنة ويرفض الظلم والتسلط وينتصر للتنوير والتقدم ضد التبعية والرجعية التي ارادت هما امريكا والغرب قدرا محتوما للشعوب بهذا المعنى وبناء على جولة رئيسي في امريكا اللاتينية يتبين اولا ان لا وجود لاي قوة او دولة في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة تستطيع منع الترابط بين الدول لبناء دور وحضور وفعل في صناعة التاريخ والاهم في الجانب الصحيح من التاريخ وهذه المرة جاءت رسالة التحدي من المنطقة التي لطالما عدتها واشنطن حديقتها الخلفية ثانيا انجزت الزيارة خطوة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين ايران ودول الكاريبي وامريكا اللاتينية في مختلف المجالات ولسيما في المجال التجاري والاقتصادي والتي ترجمت في اتفاقيات واعدة مسار علاقات قديمة جديدة تمهد لأفق سمته تحررية منفتحة لا تنفصل عن الكفاح المتصاعد لانهاء سيطرة القطب الواحد والنظام الواحد في موازات ذلك كدى وزير الخارجية الفنزولي ايفان بينتو ان التحالف الذي يبنى اليوم بين ايران وفنزولا تحالف طويل الامد وفي مقابلة مع الميادين شدد بينتو على اهمية هذا التحالف في خلق توازن عالمي فنزولا وايران ثورتان الثورة الاسلامية الايرانية والثورة البوليفارية في فنزولا نحن مناهدون للامبريالية بعمق ونؤمن ايمانا عميقا بالتعددية وبحق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام القواعد المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة ولدينا رؤية مشتركة تتمثل في اهمية تأمين رفاهية شعبنا لذا فان التحالف الذي يجري بناؤه اليوم بين ايران وفنزولا هو تحالف طويل الامد له مصلحة اساسية في ضمان رفاهية شعوبنا وخلق توازن عالمي ايران تمثل قوة في منطقتها الاوراسية باكملها بنسولا ايضا هي قوة في منطقة امريكا اللاتينية قوة في مجال الطاقة انها قوة متنامية كلتانا ضحية للهجمات والعقوبات والحصار على واجه التحديد لاننا نريد الانتقال الى عالم الحر من خلال الجغرافيا السياسية التي يعاد بناؤها اليوم الجغرافيا السياسية العالمية والنظام العالمي الجديد الذي يجري بناؤه البلدان قوتان ناشئتان كريكزتين اساسيتين لهذا النظام العالمي الجديد وحول زيارة وزير الخارجية السعودي الى طهران ينضم الينا من العاصمة الارانية طهران مراسل الميدين احمد البحراني احمد بعد التحية يعني اذ كانت هناك اي تفاصيل حول زيارة فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الى العاصمة الارانية ايضا يعني كيف ينظر الى اهمية هذه الزيارة في طهران خاصة وهي تأتي تتويجا لاستئناف العلاقات بين ايران والسعودية أحمد يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسل الميدي من طهران أحمد البحراني وسنحاول الاتصال به مجدداً كل الشكر لك مراسل الميدي من طهران أحمد البحراني حذر علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من سيناريو خطر كان يخطط له الداعمون للمرشح الرئاسي جهاد أزعور وخلال مشاركته في برنامج المسائية على شاشة الميادين أكد خليل أن ضغطاً خارجياً وداخلياً مورساً على بعض النواب من مارس هذا المستوى من الضغط كان يخطط إلى فرض أمر واقع من خلال إعلان يفتح البلد على مجهول يمكن أن يتدحرج إلى أزمة كبرى بالبلد وطنية ما جرى على لسان بعض النواب المستقلين أو نواب ما يسمى بقوة تغيير هو أكبر دلالة على أنه كنا أمام تدخلات قوية على الأقل بشكل واضح كان هناك كلام من رئيس حزب القوات اللبنانية من رئيس حزب الكتائب اللبنانية ولا أعتقد أن الأمر منعزل عن تأثيرات خارجية بأنهم سيكرسون أمر واقع من خلال تأمين هذا العدد من الأصوات خليل رأى أن الدفع نحو خلق واقع دستورياً ملتبساً يتمثل في ترويج فوز أزعور بالرئاسة يمكن اعتباره جزءاً من حرب اليوم نحن في موقع وبمسؤولية أقول الموقع الغير مهزوم صاحب التمثيل الكبير نحن كتكتل كتوجه كمحور وبالتالي إمكانية تجاوز من خلال خلق مثل هذا الواقع الدستوري الملتبس برأيي هو جزء من حرب كيف يمكن أن تصل أمر آخر لكن واضح أن من قطط لهذا الأمر كان يريد رفع مستوى الأزمة السياسية في البلد إلى مستوى غير مسبوق وفي فرنسا أعلن الرئيس مانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضرورة الإسراع في وضع حد للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان وأوضحت الرئاسة الفرنسية عقب اجتماع بين الجانبين أن عدم انتخاب رئيسا منذ ثمانية أشهر يبقى العائق الأبرز أمام معالجة الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الحادة التي يعانيها لبنان أزمة الرئاسة في لبنان تتفاعل ورئيس مجلس النواب نبيه بري يجدد الدعوة إلى الحوار للخروج بتفاهما يفضي الانتخاب رئيسا للجمهورية فهل تكون والانتخابات النيابية المبكرة؟ آخر الحلول تقرير حسان الرفاعي مع قرع مترقة انتهاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية عادت الأزمة إلى مربعها الأول لا مرشح يحوز الأصوات الكافية لإيصاله إلى قصر بعبدة ولا توافق على مرشح الجمود خرقه لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بنائبه ليس بصعب ليكشف بعده بصعب أنه اقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال عجز اللبنانيون عن إنجاز الاستحقاق الرئاسي كما نقل عن بري تمسكه بالحوار باعتباره الباب الأفضل للحل في وصول الأمر إلى حائط مسدود في كتير دول بيدعوا لإعادة انتخابات نيابية مبكرة هذا الأمر مش عايد علينا في لبنان دولة الرئيس ليس بصعب حقه يطرح الموضوع نحنا ما نقش نكتكتل أما دعوة الرئيس نبيه بري للحوار هذا نحن من البداية مش معارضينه ونطالب أنه يكون في حوار على شرط أنه ما حدا يكون متمسك بمرشحه أنه هذا هو خلينا نروح نشوف من هو المرشح اللي بيجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد أكد في حديث صحفي أن لبنان نجى من محاولة افتعال أزمة على خلفية التصويت الرئاسي إذ أن بعض الأطراف كانت تخطط للبقاء في المجلس لو حصل المرشح جهاد أزعور على 67 صوتا واعتباره ناجحا في الانتخابات وهو مكان يمكن أن يذهب بلبنان إلى مكان خطر مؤكدا أن المخرج الأزمة الحالية هو الحوار جسل الـ 12 وما تركته من أثار وما كان من الممكن أن تتركه فيما لو كان هناك نتائج خارج الميثاقية وخارج التوازن السياسي كان قد يدخل البلد في متهات لذلك المطلوب اليوم العودة إلى الفكرة ترحى دولة رئيس نبي بيري وهي الحوار للتخفيف من التوتر والتفتيش عن حلول الأزمات وبحسب رئيس مجلس النواب فإنه سيتريث في الدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية في انتظار تبلور الحراك الإقليمي والدولي الجاري حاليا التأزم سمة المشهد الرئاسي اللبناني والحلول المطروحة تبدأ بالحوار وقد تصل إلى حد إجراء انتخابات نيابية مبكرة فهل يخرق جدار الجمود؟ حسان الرفاعي بيرول الميادين أعربت مجموعة دعم لبنان المؤلفة من فرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية عن أسفها لعدم إجراء انتخابات حاسمة لرئاسة الجمهورية اللبنانية ودعت إلى الإسراء في اختيار رئيس لحاجة لبنان الملحة إلى معالجة مشكلاته الكثيرة مجموعة الدعم المؤلفة من فرنسا وألمانيا والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية قلقة للغاية من الجمود الحالي الذي يقود قدرة لبنان على معالجة مشاكله الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية وحثت المجموعة القيادات اللبنانية ومجلس النواب على تحمل مسؤولياتهم وإلاء المصالح الوطنية الأولوية على ما عداها بانتخاب رئيس جديد من دون المزيد من التلكؤ النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل اشماع رئيسي للحزب الحاكم في كوريا الشمالية لتحديد استراتيجية الدفاع اهلا بكم من جديد فادت مجلة فيغا البرازيلية بأن الشرطة الاتحادية في البلاد عثرت على وثيقة تحوي خطة تفصيلية لتنفيذ تدخل عسكري لمنع تسليم السلطة بعد انتخاب العام الماضي على هاتف أحد مساعدي الرئيس السابق جاير بولسونارو ونقلت المجلة عن تقرير للشرطة الاتحادية أن الخطة عثر عليها في هاتف الكولونيل مورو سيد وهو من المساعدين الشخصيين لبولسونارو وظل مساعدا له بعد انتهاء ولايته الرئاسية مدأ الحزب الحاكم في كوريا الشمالية اجتماعا لتحديد الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية وذكرت الوكالة أن الاجتماع الذي يستمر أياما عديدة بحضور الزعيم كيم جونج أون سيحدد استراتيجية التعامل مع الوضع الدولي المتغير ويأتي الاجتماع بعد يوم من إطلاق بيونج يانج صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها ردا على التدريبات الأمريكية مع كوريا الجنوبية طلب قائد قوات الشرق الليبية اللواء المتقاعد خليفة حفتر بإنهاء الانقسام السياسي والدفع نحو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن حفتر وفي بيان له توجه إلى كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مطالبا إياهما بتأليف حكومة تكنقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات ووصف ما قامت به لجنة ستة وستة لإعداد القوانين الانتخابية بالخطوة المهمة مؤكدا دعمه التقارب والحل من دون إقصاء أو مصادرة لحقوق أي طرف تصد شبان من بلدة كفر قليل جنوب نابلوس لقوات الاحتلال بعد اقتحامهم البلدة وخلال عملية الاقتحام أطلق جنود الاحتلال القنابل المضيئة وأصيب شاب بقنبلة غاز بالرأس واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في نابلوس واعتدى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال على الأهالي في سهل الترمسعية شمال شرقي رام الله على متن سور القدس الذي يلتف حول البلدة القديمة نجول مع الزميل هناء محميد في فضاء القدس كلها بتاريخها وجغرافيتها لطالما تجولنا في داخل أزقة البلدة القديمة ولكن كيف تبدو من الأعلى بنيت أسوار المدينة كتحصينات دفاعية أول مرة قبل نحو أربعة آلاف عام الكنعانيون هم من شيدها ثم هدمت وبنيت من جديد عدة مرات خلال السير على حجارة السوري هذه التي ترجع إلى عهد العثمانيين أواصط القرن السادس عشر تطل داخل المدينة على بيوت وساحات وقباب وأديرة ومساجد وكنائس وأسواق عديدة آخر بابين فتحوا واحد فتح السلطان عبد الحميد الثاني الباب الجديد في الباب المغاربة اللي نشوفه حاليا هلأ نفتح خلال فترة الأردن لكن هم تمن بوابات هذا السور شهد كثير من المعارك المهمة جدا أكتر معارك شهدها فترة صلاح الدين الأيوبي يعني ما بين الفترة الفاطمية وفترة الصليبية وبعدين الفترة الأيوبية يلتف الصور حول كامل البلدة القديمة التي تبلغ مساحتها نحو كيلو متر مربع واحد جولتنا بدأناها عند باب الخليل في الجهة الغربية وأما الآن فقد وصلنا باب العمود في الجهة الشمالية من القدس القديمة وعندما ننهي هذه الجولة سنكون قد قطعنا مسافة نحو أربعة كيلو مترات ونصف تترامى سلوان في الوادي إلى الجنوب من السور الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي في لائحة اليونسكو وأما جبل الزيتون فيشرف عليه من الشرق وتحيطه من الشمال أحياء المصرارة ووادي الجوز والشيخ جراح وفي الغرب يصبح وقع المدينة الحديثة السريع أكثر صحبا الرحلة على متن السور هي رحلة في فضاء القدس برمتها هنأم حميد القدس المحتلة الميادين حملة إعلامية سعودية تحمل في طياتها تمهيدا لطرح مبادرة عربية جديدة للسلام في المنطقة فما مدى واقعية ذلك وإي أفق له وماذا في المعطيات والخلفيات والتوقيت إغراس بيطار بين الأمس واليوم تغيرت معالم الصراع مع إسرائيل لكن ما سمي المبادرة العربية للسلام صمدت وإن على الورق فعليا نحن نتحدث عن المبادرة التي طرحتها السعودية في قمة بيروت عام 2002 كان المطلوب أن يأخذ الجانب العربي زمام المبادرة في تبني الدعوة إلى السلام وطرح حل للصراع العربي الإسرائيلي بعد أكثر من عقدين تتصاعد في الإعلام السعودي حملة تمهد لإطلاق مبادرة عربية جديدة عبر صحيفة الشرق الأوسط هاهو عبد العزيز العويشق يقول إن المبادرة تظل الأداة الأكثر أهمية لتحريك الجمود الدولي لحل القضية الفلسطينية وفي التفاصيل إن السعودية تقود منذ عام مضى جهدا عربيا ودوليا في هذا الإطار في حين لم يكشف أي من المصادر عن تعديلات منتظرة على بنود المبادرة فيما تشير المعلومات إلى أنها أوسع من نسختها السابقة وأن الجانبين الأمريكية والإسرائيلي على علم بها لبل إنها كانت جزءا من مباحثات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة وهنا السؤال المهم فاللحظة السياسية في المنطقة ولسيما لجهة تبلور محور المقاومة على نحو واضح في الصراع تغيرت ولا بد من تغيير المبادرات المطروحة للحل كما إن ظروف عام 2002 الذي تلى احتلال أفغانستان وسبق غزو العراق لم تعد قائمة اليوم فهل تأخذ المبادرة هذه المتغيرات في عين الاعتبار؟ وماذا عن الجانب الفلسطيني المعني الأساسي بالموضوع؟ من دون أن ننسى قطار التطبيع الذي راكم كثيرا من النقاط منذ طرح المبادرة أول مرة وفي هذا السياق يبرز ما كتبه عبدالله بن بخيت في عقاذ السعودية تحت عنوان ما هو السلام مع إسرائيل وفيه يتوقف الكاتب عند عبارة الشرق الأوسط متسائلا عما إذا كانت تمتلك أي دلالة ثقافية تجمع الشعوب ومستحضرا تعبير العالم العربي ومؤكدا أن إسرائيل تدرك أن السلام مع الشعوب العربية هو تطبيع ليس طبيعيا لوحة المنطقة تغيرت فأي أفق لأي مبادرات جديدة؟ إلى سوريا حيث تعود إلى الواجهة قضية تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2156 في ظل السمرار الغرب في استخدام ورقة النازحين للضغط على مجلس الأمن فيما ترتفع الأصوات في إدلب مستنكرة سوء إدارة الملف تقرير رضا الباشا تعكس هذه الأصوات واقع مزاج النازحين الشمال غرب سوريا من سوء إدارة ملف المساعدات الإنسانية الدولية في منطقة تسيطر على القرار فيها ما تعرف بحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشم على المقلب الآخر ومن معبر باب الهوى الحدودي يتجدد مشهد ارتفاع أصوات مسؤولين غربيين يطالبون بتمديد مهمة إدخال المساعدات العابرة للحدود أنا هنا في باب الهوى وهو طريق حيوي لدخول المساعدات المنقذة للحياة إلى الشمال غرب سوريا قبل ثمانية أشهر توقف إدخال المساعدات الإنسانية الدولية من المعابر البرية مع دمشق إلى إدلب توقفت هذه القافلة للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري مرات عديدة في نقض واضح لقرار تمديد إدخال المساعدات الصادر في تموز يوليو العام الماضي تعمل اللجنة الدولية وفرقها في مناطق في إدلب ولكن ليس في كل المناطق ليس لدينا وصول حتى هذه اللحظة لبعض مناطق في إدلب منع مسلحي هيئة تحرير الشام تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي قابله إعلان دمشق موافقتها على فتح معبري الراعي وجرابلوس لدخول مساعدات دولية من تركيا إلى مناطق خارج سيطرة الدولة السورية اليوم هم يخشون من موقف روسي حازم بعد أيام في اجتماع مجلس الأمن خشية إيقاف هذا التمديد تجاهل غربي لموافقة دمشق على فتح معابر إضافية يحمل فطياته إصرارا على استخدام الغربي ورقة النازحين لتبقى ورقة استثمار سياسي بعيدا من البعد الإنساني لهذه القضية أغلقت هيئة تحرير الشام الطريقة أمام قوفل المساعدات التابعة للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري ومنعتها من دخول إدلب للوصول إلى النازحين في تلك المناطق ورقة تحاول هيئة تحرير الشام الاستفادة منها للضغط على المنظمات الأممية وإجبارها على تمديد دخول المساعدات عبر الحدود تلاقت معها أصوات دولية على الرغم من أن أصوات من بين النازحين بدأت ترتفع وتشكك بحقيقة إصال هيئة تحرير الشام المساعدات إلى مستحقها رضا الباشا من ريف حلب الغربي على الطريق المؤدية إلى إدلب باب الهوى الميادين دعت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية التابعتان للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء حاسم لمنع غرق مزيد من اللاجئين في عرض البحر وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة فرحان حق إن الأمم المتحدة ترحب ببدء تحقيق وطني في ملابسات غرق مركب قبالة السواحل اليونانية في وقت سابق وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية تدعوان إلى اتخاذ إجراء حاسم لمنع المزيد من الوفيات في البحر عقب المأساة الأخيرة في البحر المتوسط والتي تعد الأسوأ منذ عدة أعوام وأضافتا أن إنقاذ الأرواح في البحر من دون تلك إن هو قاعدة أساسية في قانون الملاحة البحرية في تشيلي وبدعوة من الأمم المتحدة وقع برلمانيون من 64 دولة اتفاقية عالمية لمكافحة الجوع وجمعت هذه القمة البرلمانية لمكافحة الجوع وسوء التغذية 150 مسؤولا نائب مدير الفاو قال إن الأمر يتعلق بدخول مرحلة جديدة من التفاعل بين البرلمانات التي عليها تحمل مزيد من المسؤوليات ووفقا للأمم المتحدة عن 828 مليون شخص الجوع عام 2021 في كل أنحاء العالم بزيادة قدرها 46 مليون مقارنة بها عام 2020 دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس الحالي لا سني قوانين للحد من تملك السلاح الهجومي وإلا فليفعل ذلك كونغرس جديد في العام 2020 أصبح السلاح هو القاتل للأطفال في أمريكا أكثر من السرطان وحوادث السيارات مرة أخرى أقول إنه علينا حظر المتاجر التي تبيع بنادق هي ليست فقط سلاحا حربيا بل هي مصدر الربح الأكبر لصناعة السلاح ولذلك هم يبيعونها علينا أيها السادة وضع حد لحصانة صانعي السلاح وتحميلهم المسؤولية علينا سن قوانين لامتلاك السلاح وإذا رفض الكونغرس ذلك فنحن بحاجة إلى كونغرس جديد زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن حيث اختتم الخطاب الذي كان يتحدث فيه عن الأسلحة النارية بعبارة حفظ الله الملكة يصوت أعضاء مجلس العموم البريطانية الأسبوع المقبلة على توصيات لجنة الامتيازات البرلمانية التي اتهمت فيها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون بتضليل البرلمان وهو ما رفضه جونسون الذي اتهم اللجنة باغتياله سياسيا تطورات تضع مستقبل جونسون على المحاك وتحرج حزب المحافظين موسى سرور لائحة اتهام قاسية قد تضع حدا لمستقبل بوريس جونسون السياسي لجنة الامتيازات البرلمانية في تقرير لها مؤلف من اكثر من 33 الف كلمة اثبتت ان جونسون كان جزءا من حملة الاساءة والترهيب ضد اعضاء اللجنة البرلمانية فضلا عن تضليله البرلمان باسلوب متعمد وهي سابقة في تاريخ رؤساء وزراء بريطانيا اللجنة البرلمانية اوسط بعقوبة تعد الاقصى في التاريخ البرلماني بتعليق عضويته لتسعين يوما وتجريده من الامتيازات البرلمانية في منعه من الدخول الى البرلمان الا زائرا هذه الامور مجلس العموم مسؤول عنها لا الحكومة وللبرلمان الحق في اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق جونسون ريشي سوناك دفع عن لجنة الامتيازات البرلمانية لكنه رفض التعليق على تقريرها خشية تعميق الانقسام بين المحافظين اما بورس جونسون الذي استبق نشر التقرير بالاستقالة من البرلمان تحسبا لطرده عدى ادانة لجنة الامتيازات له محاولة لاغتياله سياسيا ولم يحدد بعد طبيعة خطواته المقبلة ربما انتظارا لقرار تصويت زملائه النواب من المحافظين الاسبوع المقبل بشأن تأييد العقوبات المقترحة او رفض توصيات اللجنة البرلمانية تقرير لجنة الامتيازات البرلمانية جاد جدا فقد تبين ان جونسون ليس مخالفا للقانون وحسب بل كاذب ايضا وهو لا يصلح لتولي منصب عام لقد ظهرت الحقيقة كانت تشن حملات على جيرمي كوربين ويوصف بانه شخص غير ملائم لكنه في الحقيقة كان يساعد لبريطانيين وما فعله بورس جونسون من اساءة للبريطانيين لا تصح مقارناته بالجيرمي كوربين بورس جونسون يضع حزب المحافظين في حرج كبير بشأن جلسة التصويت المقبلة وسط تقديرات ان يتغيب بعض النواب عن الجلسة رفعا للحرج في حين قد يصوت البعض الاخر لصالح مضامين التقرير لارضاء ناخبيهم الغاضبين من سوء سلوك جونسون انها نهاية رجل يحسبه بعض المحافظين شجاعا بسبب اسهام جونسون في مغادرة الاتحاد الاوروبي ودعم اوكرانيا لكنه في نظر اكثرية لبريطانيين اول رئيس للوزراء معرض لان يترد من الحياة السياسية بسبب سلوكه المخادع والمضل للبرلمان والشعب البريطاني مستصر لندن الميادين اعلن الملياردير ايلون ماسك ان شركة نيورا لينك التي ساهم في تأسيسها تعتزم زرع رقاقة في دماغ المصابين بالشلل وفي حديثه خلال المعرض العالمي للابتكارات التكنولوجية في فاتيك بالعاصمة الفرنسية باريس قال ماسك ان التجربة الاولى ستكون على ما يبدو هذا العام وذلك بعد حصولها في وقت سابق على موافقة الادارة الامريكية النشرة انتهت اليكم تذكيرا بعناوينها بوتن يبحث ملف اوكرانيا وصفقة الحبوب اليوم مع وفد الدول الافريقية ويحذر من ان مقاتلات F-16 ستلقى مصير ذببات ليوبارد ويكشف عن نقل النووي التكتيكي الى مينسك وزير الخارجية الامريكية يتوجه الى الصين في زيارة تهدف لا تجنب تحول المنافسة الى صراع وزير الخارجية السعودي في ايران اليوم في زيارة رسمية يعقد خلالها اجتماعات ويلتقي عددا من المسؤولين الايرانيين كان يخطط الى فرض امر واقع من خلال اعلان يفتح البلد على مجهول يمكن ان يتدحرج الى ازم كبرى بالبلد النائب اللبناني علي حسن خليل للميادين سيناريو خطر كان يخطط له داعم المرشح ازعور وماكرون وابن سلمان يدعوان الى وضع حد سريع للفراغ السياسي في لبنان برلمانيون من اربع وستين دولة يوقعون في تشيلي اتفاقية عالمية لمكافحة الجوع الذي يؤثر في قرابة ثمانمائة وثلاثين مليون شخص في العالم لمزيد من الاخبار والتقارير دائما زوروا صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والانجليزية والاسبانية في امان الله اشتركوا في القناة